السلام عليكم ورحمة الله في هذا المقطع سوف نعرض لكم قصة الشيطان الفينزويلي إدوين فاليرو الملاكم الذي لم يستطع أحد هزيمته وحتى أنه سحق كل خصومه بالضربة القاضية إدوين عاش مسيرة أسطورية إلا أن نهايته كانت مأساوية في الثالث ديسمبر من عام 1981 ولد الإنكا في ولاية مريدا بفينزويلا وعندما أكمل عامه السابع تخلى عنه والده ليضطر هو الآخر أن يتخلى عن دراسته ويتعايش مع التشرد وذلك من خلال بيعه للخضار والفواكه أمام الحافلات ومن شارع لشارع وبالضبط وعندما أكمل عامه الثاني عشر وجد لنفسه عمل في سيانة الدراجات وككارم من صاحب المحل أعطى لفاليرو مكان للمبيت ليصادف أن ذلك المكان هي قاعة رياضية وأن صاحب المحل ملاكم سابق وكأي إنسان عادي قرر فاليرو أن يتدرب على الملاكمة بعد أن ينتهي من الدوام ومع مرور الوقت اكتشف المدرب بأن إدوين فاليرو يمتلك تركيز وموهبة كبيرة في الملاكمة وهنا قرر المدرب أن يقحمه في البطولات الوطنية وبالفعل أظهر إدوين قدراته المتميزة وحقق ثلاث بطولات وطنية وكما أتقن إدوين الملاكمة تعلم أيضا ركوب الدراجات إلا أنه كان يستعملها في السطو وصرقة ممتلكات الغيرة وبينما كان يستعد لأول نزال احتراف له تعرض لحادث خطير الإصابة كانت على مستوى الرأس لدرجة أن الأطباء وضعوا صفائح حديدية على الرأس ليرمموا الجمجمة وعندما استفاق فاليرو نصحوه الأطباء بشدة بأن يتوقف عن الملاكمة إلا أنه لم يكتلت لهم وكأنه دفن الشخصية القديمة والسفاق بشخصية جديدة وصفها البعض من أقربائه بجنون العظمة وفي التاسع يوليو من سنة 2002 خاض فاليرو أول نزال احتراف له أمام خصمه هيرنانديز ومن أول جولة أذاق خصمه طعم لكماته الفتاكة لينتهي النزال بالقاضية منذ البداية والصمر إدوين بطرد كل من يقف أمامه من أول جولة لتبدأ خيوض الشهرة بالانتشار وتلقى ترحيب كبير من شركة جولدن بويت ترويجية ولتجربة قوة لإنكا قرر المدير التنفيذي أوسكار ديلاهويا الذي كان بطل سابق أن يجربه في نزال حبي وقال مؤخرا يا ليتاني لم أفعل ولم يكن ديلاهويا الوحيد الذي تدوق طعم لكمات الإنكا بل حتى أبطال من فئته الوزنية وأقر بخطورة لكماته وفي سنة 2003 خاض أول نزال له في أمريكا وكالعادة سحق خصمه من أول جولة وبعدها المروجون جلبوا له صفقة خيالية من أجل أن يبرز أكثر وذلك من خلال ظهوره الأول على شبكة الـ HBO العالمية ولكن وبعد أيام قليلة تلقى ظاليرو صدمة العمر حيث أثبت الكشف الطبي بأن لظاليرو تشوف الجمجمة وهذا ما جعلهم يقررون إيقافه عن خوض النزالات وفي هذه الأثناء توقف ظاليرو عن القتال لمدة عامين ليدخل في صراعات نفسية وكتئاب حاد ولم يكن أمامه حل سوى تناول المخدرات وفجأة ظهرت أمامه فتاة اسمها جينيفر فييرا أغرم بها ظاليرو فتزوجها وأنجب منها طفلين ليستعيد من خلالهم البهجة وبدأ بترتيب أوراقه وقرر العودة للملاكمة لكن في اليابان ومن أول جولة أرسل خصمه هيرو بوندو للنوم بخطاف يميني مدمر على الدقن واستمر في نشر الرعب بلكماته المدمرة في اليابان لتصير إحصائياته تمانية عشر نزال بتمانية عشر ضربة قاضية وكلها أنها من أول جولة وفي سنة 2006 أتيحت له الفرصة ليتواجه ضد البطل موسكويرا على لقب WBE لوزن الريشة والقاعة كانت ممتلئة بجمهور الخصم إلا أن فاليرو لم يهتم وانطلق إليه مباشرة ولأن فاليرو لا يهتم أيضا بالدفاع تلقى خطاف يميني قوي من موسكويرا ورغم ذلك لم ينجو الأخير من الإسقاط استمر النزال ليظهر موسكويرا قوة البطل وقبل نهاية الجولة الثالثة تلقى إدوين أول إسقاط في مسيرته الاحترافية ضهض فاليرو وحاول موسكويرا أن يضغط عليه لينهي النزال لكن الإنكا كان له رأي آخر ورغم حياز المعلقين وقلة المناصرين استمر فاليرو بمعاقبة خصمه بلكماته التدميرية إلى أن أدرك تاقم موسكويرا خطورة الوضع وبسبب الضرار الذي ألحقه بخصمه أطلق عليه لقب الديناميت وتوج فاليرو بلقب WPE في معقل خصمه وعند عودته لفنزويلا تلقى ترحيب خيالي وتم تكريمه بأعلى وسام في الدولة وصار فاليرو بطل قومي وعندما اكتسب الديناميت المال والسلطة رجع لعاداته القديمة كشرب الخمر وتناول الكوكاين وهذا ما جعله غالبا يفقد السيطرة وينفجر من الغضب وغالبا ما كانت دوجته تدفع الثمن لدرجة أنها حاولت الانتحار وفي سنة 2007 عادت ديناميت ليدافع على لقبه WPE ضد خصمه ميشيل لزادا ومن أول جولة وجهت ديناميت يساري مستقيمي بسرعة البرق جعلت خصمه يترنح ولا يستطيع الوقوف وبعدها سحق إدوين كل من سولت له نفسه أن ينزع منه اللقاب لتزداد شهرة فاليرو ويسمح له بأن ينازل في أمريكا وفي سنة 2009 تواجهت ضد البطر أنطونيو بيتاليا على لقب WBC للوزن الخفيف وتمكن الإنكا من السيطرة على خصمه بالطول والعرض وفي بداية الجولة الثانية قرر ديناميت أن ينهي البطل إدوين فاليرو تواجه باللقب بسهولة كبيرة وأيضا تكلم عن رغبته في مواجهة الأسطورة ماني باكياو بدأت الأمور تزدهر والمواجهة ما بين ماني باكياو وإدوين فاليرو على ثم الجميع لكن وللأسف بعد خمسة أشهر تعرض لحادث موروري ووجدوا عنده أسلحة غير مرخصة ولهذا لم ترغب أمريكا بأن تجدد تأشيرة الصفارة ليعوذ هذه المرة بعصبي أكبر من سابقتها وبدأ بتعنيف أسرته وحتى أنه طعن زوجته في الساقة إلا أن الأخير أخفز الحقيقة ولم ترفع عليه الدعوة وفي سنة 2010 وأمام النظرات الحزينة لزوجته جينيفر دخل إدوين فاليرو ليدافي على لقابه WBC ضد البطل المؤقت أنطونيو دي ماركو ومن أول جولة بدأ فاليرو بالضغط وفي الجولة الثانية تعرض فاليرو لهجم غير قانونية بالمرفق الجرح كان عميق والحكم قرر أن يعاقب دي ماركو وسلب منه نقطة إلا أن الديناميت لم يكتفي بذلك وقرر أن يعاقبه بنفسه وبالفعل أذاقه ما طاب ولد من لكماته المدمرة وفي الجولة التاسعة ولأن أنطونيو لا يرغب بأن يصاب بعاها مستديمة قرر أن ينسحب من النزال وبعد عدة أيام من دفاعها على اللقب نقلت زوجته إلى المستشفى بسبب أنها تعرضت لكسور في الأضلاع وأطار العضوى التعديب في البدل وعندما سمع فاليرو بهذا الخبر اتجه مسرع للمستشفى وهناك ألقي عليه القبض كأول متهم وعندما ناقشوه في الموضوع وجدوا بأن له أعراض نفسية ووجدوا بأن عليه أن يعالج لذلك أرسله مع زوجته إلى كوبا مع طاقم أمني كبير إلا أن إدوين في الطريق تمكن من الهرب من هذه المراقبة واتجه مع زوجته إلى أحد الفنادق وهم يتكلمان بطريقة عادية لكن وبعد ساعات خرج إدوين إلى مكتب الاستقبال وهو مغط بالدماء وكان يردد كالمجنون بأنه طعن زوجته ثلاث مرات وعندما أتت الشرطة وجدوا بأن زوجته قد فارقت الحياة واعتقلوا إدوين وأخذوه إلى مركز التحقيق وفي اليوم التالي وجدوه قد أنهى حياته شرقا باستعمال ملابسه أعتقد بأن الجميع قد صدم من هذه القصة وأنا أيضا مثلكم وخاصة حازنت من أجل زوجته وربما لولا الحادث الذي أصابه قبل نزاله الأول لكان إدوين من عظماء الملاكمة ولكانت زوجته حية ترزق إدوين أنهى حياته في سن الثامن والعشرون وأنهى حياة زوجته في السن الرابع والعشرون أعتقد بأن هذه أحزن قصة أعرضها في القناة وأنتم أعطون أراءكم حول هذه القصة ولا تنسونا من الدعم بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة كان معكم محمد المحسن من قناتكم توري والسلام عليكم ورحمة الله